وهي مشكلة تضخم البرستاتا المشكلة دي بتتسبب الكتير من الأعراض المزعجة زي وجود ألم أثناء عملية تبول تنقيط وتقطع في البول وعدم القدرة على إفراغ المثانا بشكل كامل الدواء بتاعنا النهاردة هو دواء البيبون موجود في الصيدلية في شكلين النوع الأولاني أو الشكل الأولاني هو كابسولات بيبون العادية والنوع الثاني هو كابسولات البيبون بلص النهاردة هنعرف مع بعض إيه هي التركيبة بتاعت كل نوع منهم وإيه هي الفعالية بتاعته وإيه هي الجرعة المناسبة ولكن في الأول يجب أن نعرف أن أدوية علاقة تضخم البرستاتا الموجودة في الصيدلية غالباً بتنتمي ليه مجموعة من ثلاث مجموعات المجموعة الأولانية هي مجموعة الألفا بلوكرز زي كابسولات الأمنكوكاز أو كابسولات التمسولين أو مادة التمسولوزين واللي بتدي الفعالية بتاعتها عن طريق أنها بتعمل ريلاكسيشن أو بتعمل تمدد أو بتقلل ضغط عضلات البرستاتا الملساء على مجرى البول وبالتالي بتريح الأعراض بتاعت اللي هي بتحصل أثناء عملية التبول بدون ما بتعالج سبب المشكلة ويمكن ده الدروباك أو المشكلة بتاعت مجموعة الألفا بلوكرز إن حجم أو نسيج البرستاتا بيظل يكبر مع الوقت وتاني يضغط على مجرى البول وما بنحسش بالراحة إلا لما بناخد الكابسولات بتاعت الألفا بلوكرز زي الأمنكوكاز أو التمسولين المشكلة التانية أني لها بعض الأثار الجنبية زي هبوط ضغط الدم وخاصة لو خدناها في نفس الوقت مع المنشطات الجنسية زي الفيترا والفياجرا والسيالس على العكس من مجموعة الألفا بلوكر في مجموعة تانية بتعالج سبب المشكلة وهي مادة الفينة سترايد وديوتا سترايد اللي موجودة في السيدالية بأسماء كتيرة زي البروس نورم والبروس كار والأفودارت والديودارت الأدواء دي بتقلل تصنيع الفورمة النشطة من هرمون التوستستيرون أو بتمنع تحويل هرمون التوستستيرون للفورمة النشطة بتاعته اللي هي دايهايدرو تستستيرون ومن المعروف أنه هرمون التوستستيرون بعد سنة الخمسين سنة بيكون مسؤول بشكل كبير جدا عن زيادة حجم البرستاتا الأدواء دي فعالة جدا ولكنها بتحتاج مدة طويلة شوية عشان تدي الفعالية بتاعتها المدة دي بتتراوح بين 6 شهور لـ 12 شهر كتير من الرجال ما بيحبوش المجموعة بتاعته فينسترايد وديوتاسترايد لان ليها كتير من الاثار الجانبية المزعجة جدا زي ضعف الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب والضعف الجنسي والتفدي او الجينيكو وعشان كده غالبا كتير من الناس ما بيحبوش ياخدوا الدواء ده ولو توصف ليهم ما بيستمروش عليه لفترة طويلة اللي هي تجيب النتيجة العلاجية المجموعة الثالثة من الادوية هي منشطات جنسية زي مادة التدالافيل بتركيز الخمسة ميلي جرام بتتاخذ مرة واحدة كل يوم بتدي تأثير مشابه لي تأثير مجموعة الالفا بلوكر عن طريق انها بتوسع او بتقلل ضغط العضلات المساء بتاعت البرستاتا على مجرى البول ولكن بالطبع الفعالية بتاعتها بتكون أضعف بكتير من مجموعة الالفا بلوكر الدواء بتاعنا النهاردة او دواء البيبون والبيبون بلس بيحتوي على زيد بذور اليقطين او البومبكن سيدز اويل اللي بتعمل نوع من أنواع التوازن في الهرمونات وبتقلل تنشيط هرمون التستوستيرون لديهايدرو تستوستيرون وبالتالي بتقلل حجم البرستاتا مع الوقت موجود مع المادة دي في كابسولات البيبون بلس موجود معها السوب المتو دي خلاصة برضو بتساعد على تقليل تنشيط هرمونة تستوستيرون الديهايدرو تستوستيرون ومعها كابسولات او خلاصة الزنك سالفيد بتركيز 15 ميلي جرام ومن المعروف ان كابسولات الزنك اللي هي فوائد كتيرة جدا لدعم الصحة الجنسية للرجال بتساعد على تنظيم نسبة الهرمونات وفي نفس الوقت تبتدي تأثير قوي جدا مضاد للالتهابات والأجمل من كده ان الدراسات وجدت ان الهيلثي بروستات او البرستات الصحية بيكون فيها نسبة الزنك عالية جدا مقارنة بالبرستات المتضخمة او اللي هي في الحالة المرضية الجرى بتاعت كابسولات البيبون العادية بتكون في بداية الاستخدام بتاعها اول خمس او ستة ايام كابسولتين اتنين مع بعض تلات مرات كل يوم وبعد كده بنستمر عليها الفترة تتراوح او تصل الى تلات شهور كابسولة واحدة تلات مرات كل يوم على العكس منها كابسولات البيبون بلص بتتاخد في اول خمس ايام كابسولة الصبح كابسولة بالليل وبعد كده ممكن نمشي عليها برضو المدة تصل الى تلات شهور كابسولة مرة واحدة كل يوم بالليل زي ما قلنا الدواء تقريبا دواء طبيعي ناتشرال كومبون انت كلها تقريبا ملهاش اي اثار جانبية ممكن بعض الناس تحس ببعض الاثار زي غثيان وميل لقيء او صداع مع استخدام الدواء ممكن بعض الناس برضو يجي لهم اعراض تحسس او حساسية من مادة الدواء ولكن دي حاجات نادرة جدا وندر ما بتكون سبب ليه التوقف عن تناول الدواء